ويحضر معنا عبدالفتاح مومن معد ومقدم كلمة القانون أهلا بك عبدالفتاح أهلا سنع من قطر لتأمين السيارات مرحبا بك على الأقل أمنت التغطية في قطر شكرا ما شيف سقوقفت معنا في لاتو الدائرة إذن عبدالفتاح لاحظنا أن السؤال الذي يطرح عند نهاية العام حول التأمين أو عقود التأمين الخاصة بالمركبات عموما ما هي المعايير التي تحدد قيمة التعويد أو قيمة التأمين ثمن يعني لمعرفة قيمة الثمن أولين يجيبوا التحديد يجيبوا أن نعرف على أن التأمين ينقسم إلى قسمين هناك التأمين الإجباري وهو أنني أؤمن على أخطاء المحتملة تجاه الآخر ولكن القيمة ما هي المعايير التي تقول أن هذا العقد بقيمة معينة وليست مثلا قيمة أخرى العام الثاني هو الضمانة وبالتالي فعندما الضمانات التكمنية التي نقترحها على شركة التأمين من أجل تأمين كالصريق والحريق وبالتالي فهناك ثلاث معايير أساسية لتحديد قيمة التأمين هناك معيار السيارة هل هي مثلا غازوال أو بنزين هناك القوة الجبائية وهناك طريقة الاستعمال إذن نظم المشرع التأمين الإجباري على العربات ذات المحرك في مدونة التأمينات الجديدة من المادة 120 إلى 132 ويتم تحديد الثمن التأمين عبر جمعة من المعايير الخاصة بكل نوع من التأمين على سبيل المثال فالتحديد وقسم التأمين قصة التأمين من نسبة لضمانة المسؤول المدني لمركبة ذات محركة السيارة والشاحنات مرتبط بشكل عام بثلاث معطيات أولا طبيعة استعمال هذه المركبة هل تستعمل لأغراض شخصية أو لنقل البضاء أو لنقل الأشخاص ثانيا نوع المحروقة المستعملة هل هي بنزين أو جازوال وكذلك العامل الثالث سناء هو القوة الجبائية للسيارة هذه معايير إذن ممن تحدد قيمة عقد التأمين عند عقدة ديالتأمين وقعت لقدر الله حادثة السير هذا الشخص الذي أمن سيارته أو مركبته ما هي المعايير التي تحدد فيما بعد قيمة التعويض قيمة التعويض مرتبطة كذلك بعملين أساسيا هناك ما يرتبط بخسائر المادية وهنا تبقى مرتبطة بالخبراء يعني الخبير هنا حكاية طويلة ممكن يكون الخبير الأول الخبير الثاني أحيانا وهناك العامل الثاني والذي أجده أكثر صعوبة هو عندما تكون هناك خسائر جسدية خصوصا فيما يتعلق بالوفيات ولذلك فربما ظاهر الف وتسانية وابعة وثمانية يجب إعادة النظر فيه إذن التعويض يرتكز على مبدأ عدم الإثراء أي التعويض يكون بهدف إرجاع المركبة في حالتها قبل الحادثة ويحدد التعويض حسب الخبرة المجزة وشروط عقد التأمين إن الأضرار التي يحق للمتدر أن يطالب التعويض عنها عند وقوع الحادثة تشمل كل من الأضرار المالية والأضرار الجسدية ويشمل الضرار المالي كل الخسائر والنفقات التي اضطر المصاب أو ذوي حقوقه المدنية إلى إنفاقها حسب حادثة السيب فحاول السيب المغرب والتعويض عنها منظم من خلال ظاهر إثنان أكتوبر 1984 طريقة تحسيسها بتعويض بجداول آمرة ولم يترك أي فرصة أو تبقى خاضي على السلطة التقديرية لقاضي كما فرض إلزامية المنصر الصلح أولي لاستخلاص التعويضات كما حدد عناصر تدخل لوحدها في تقدير التعويض مرتبطة بالسن والدخل الأضرار الجسدية هناك الأضرار البدانية هي تلك التي تلحق بالمصاب في جسمه فتلحق بعزا إما مؤقتا أو دائم عجز مؤقت أو دائم كليا أو جزئيا وبالتالي يختلف التعويض حسب كل حالة العجز المؤقت عن العمل المتضرئ الحق في التعويض عن الضرار الناجم عن فقداني أو الكسب المهني إذا ما تعرض من جراء الحادث سيبعز مؤقت عن العمل فإذا كان طبعا لا يتحمل هو جزء من المسؤولية في الحادث العجز الدائم وهو الذي يضطر المصاب أن يكون العجز المتضرئ إلى استعانة بشخص آخر على الدوام أو قد يؤثر على مستقبل المهني أو قد يؤدي إلى انقطع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وهذه كلها حالات معوض عنها حسب الظاهير 1984 هناك حالة فقدان مورد العيش فإذا أدت الحادث إلى وفاة الضحية فإن ذوي حقوقي يستحقون تعويدا ماديا عن فقدان مورد عيشهم رغم أن هذه الحالة سنة تطرح إشكالا حقيقيا توقفت عبد الفتاح مؤمن عند ظاهير سنة 1948 وهو الظاهير المنظم لمسألة التعويض في الجلسة البرلمانية يوم الاثنين تحدث وزير العدل عن مطلب تغيير هذا الظاهير السؤال مؤمن لماذا هذا المطلب مطلب التغيير لأنه بكل بساطة فالمعطيات الاقتصادي لألف وتسعمائة وربعة وتمانين ليست هي اليوم مثلا مثلا عند التعويض عند الدرجة السادية يتم الارتكاز على الدخل الشهري ويتم احتساب على أساس أنه الأجر اليوم في المغرب مثلا الحد الأدنى الأجر في المغرب ثلاث ألاف وخمسمائة درهم في الوظيفة العمومية على أساس أن قانون ألف وتسعمائة واربعة وتمانين يحتسب 772 درهم وبالتالي عندما نريد أن نعوض عائلة في أب مفقود يكون التعويض هذا جدا صعيب أنك تعوض صعيب تعويض وبالتالي حتى الإشكال فقدان الأب زائد التعويض لهذه يكون في غالب الأحيان واربما كنا نتذكر حكاية الرعي والبقرة وما وكبها رعي والبقرة كانت هناك قضية لطفل صغير كان يرعى بقرة وبالتالي فعندما كان هناك حادثة سير يعني الأب فقد الأب وفقد البقرة فإذا بالخبراء يعطونا ثلاث ملايين سنتين للبقرة وأقل بكثير لتعويض الإن لا حوله ولا قوة شكرا لك عبدالفتاح مومن وإلى كلمة القانون الأربع المقبن إن شاء الله شكرا شكرا لكم شكرا لكم